السلام عليكم وزيكم الفنانين يا ربكم بخير معكم كريم عادل في درس جديد من تعلم الرسم ان شاء الله النهاردة ثالث درس من سلسلة تعلم الرسم بالرصاص اتعلمنا في الدرس الاول ازاي نقدر نرسم البرتري فري هند بدون استخدام اي وسيلة للرسم زي المربعات او المحاور اي ان كان طريقة او مسمى وطبقنا بالشرح مع بعض على رسمة محمد صلاح اللي قدامكم دي وتاني درس اتعلمنا ازاي نقدر نظلل البشرة بطريقة مضبوطة زي ما هو قدامكم برضو زللت معكم خطوة بخطوة وتالت درس اللي هو معانا النهاردة ان شاء الله هو ازاي نقدر نرسم الشعر الكيرلي او الشعر المنعكش اللي قدامنا زي شعر محمد صلاح ده وكمان هنرسم الازن والرقبة لو ده اول درس تشوفه في السلسلة دي يبقى انت فايتك درسين مهمين جدا وهو الدرس الاول بتاع الاوتلاين والدرس التاني بتاع التزليل هتلاقي اللينكات بتاعتهم في الديسكريبشن بوكس تحت هسيبهم عشان تشوفهم وما تنساش تطبق عليهم وتبعتلي النتيجة بتاعتهم على الانستا بتاعي او على الفيسبوك هسيب لكم برضو اللينكات في الديسكريبشن بوكس تحت عشان تبعتولي النتيجة عليها واللي حابب يستفسر عن اي حاجة يكلمني وتواصل معايا وعبل ما نبدأ كالعادة بفكركم يا شباب توقفوا الفيديو بس لمدة سانتين وتنزلوا تحت الفيديو وتدوسوا على زر اللايك هتلاقيه تحت الفيديو بالزبط ولو انتو لسه مشتركتوش في القناة اشتركوا وفعلوا الجرس عشان توصلكم اشعاراتي باستمرار وعشان ما طولش عليكم يلا بينا نبدأ في البداية فانينين لازم نعرف ان الاوزن هنا سهلة جدا لان الشعر مغطيها زي ما انت شايفين من الجزء اللي فوق فمش كلها بينه فبالتالي بتكون اسهل من الاوزن اللي كلها بينه وطبيعة اصلا الاوزن مفهاش اي حاجة يعباره عن خطوط زي ما انت شايفين الخطوط الكم خط اللي هو عباره عن خطين او ثلاثة بنعمل الخطوط الاول بقلم تو اتش زي ما عاننا في اول درس وبعد كده بنبدأ ندرج الخطوط دي من غامق لفاتح مش شايف فيها اي صعوبة اي حاجة محتاجة تتمسح في المناطق الصغيرة شباب زي ما احنا متعودين بنستخدم استيكا مونو زيري دي اسمها استيكا مونو زيرو عشان مشهورة جدا طبعا وكلنا عارفينها واللي مش متوفر عنده الاستيكا دي ممكن استخدم اي استيكا تاني يكون صغيرة بستخدم الام تو اتش او اتش بي في التحديد اكتر لخطوط اللي انا قلتلكو عليها بابدأ احد الخطوط براحة جدا وبعد ما احددها بابدأ ادرجها من غامق اللي فاتح طبعا التدريجة احنا تعلمناها مع بعض في الدرس اللي فات بتاع التزليل اللي احنا ظللنا به الواجه كله زي ما انتم شايفين كده انا استخدمت الاقلام الرصاص في تزليل الواجه كله خطوة بخطوة معاك وفي الدرس اللي فات اهو بدأت اجيب قلم الدمج او قلم التسيح زي ما احنا بنو عليه وبدأت ادمج براحة خالص او اسيح الخطوط دي او ادرجها براحة خالص من زي ما قلفتها لو انت مش حابب تسيح بضال الافضل ده اللي انا بقول عائد دايما الافضل انك تشتغل بدون تسيح انك تمسك الالم الرصاص وتشتغل به بدون تسيح لكن انا واجب علي ان انا اشتغل في الفيديوهات بالطرق طين وكل شخص يختار الانسب ليه اه ومع ذلك انا لازم برضا اقول النصيحة ان الافضل كذا كذا وانت برضا بنختار طريقك فانا شايف ان الافضل انت تزلل من غير ما تستخدم التسيح اي حاجة شايف محتاجة اعمل لها اضوات او اي حاجة باستخدم استيكة المونو زيرو زي ما انت شايفين بتمسح تفاصيل الصغيرة جدا بسهولة اي حاجة محتاجة تتحدد بالقلم الرصاص بحدد الخط الخارجي للأوزن زي ما انت شايفين انا بكام خط بالزبط او بكام تدريجة بالزبط شكل الأوزن بان ظهر يعني يعتبر ما عملش حاجة فلزالك احنا بنقول من اسهل المناطق اللي بتزلل في البرترية هي الأوزن رغم ان فيه فنانين كتير ما بيحبوهاش وبيفتكورها صعبة او بيعتبرها صعبة انا معرفش ليه بس انا من وجهة نظري هي من اسهل الحاجات في البرترية او من اسهل المناطق يعني انا عن نفسي بنساهل يعني بنساهل في البرترية بسابق اخر حاجة لانها شايف انها ملاش لازمة سهلة جدا دلوقتي هاجب القلم السفت باستل العبيض القلم الباستل الابيض اللي هو الفابر كاستل كلمت عنه في الدرس اللي فات اللي عاملنا بالاضاءات ببدأ اعمل اي اضاءة في الأوزن طبعا لاننا عارفين او او انا زي ما قلت مرة اللي فاتت في اضاءة جاية في الوجه كله اضاءة فلاش ايا كان من تصور يعني فبالتالي الاضاءة ضيت انا شغل على ورق رماضي فهضطر استخدم قلم باستل طيب لو انا شغل على ورق ابيض يبقى مش لازم استخدم قلم باستل لو انا شغال على ورق ابيض يبقى الريدي اصلا انا ورق ابيض فما ملقوش لازمة الالم البستل لكن لو انتم شغالين زي على ورق رماضي بتستخدمه في اللي احنا نعمل بيه الاضغوات اللي انتم شايفينها دي بس يعتبر كي احنا خلصنا الازم زي ما انتم شايفين ما فيش اي حاجة عملناها هي حاجات بسطة جدا 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 كل اللي بعمله دلوقتي انا ببدأ ادرج بقى الخطوط دي الخطين اللي هم جوا زي ما انتم شايفين لو في اي درجة جمع ادكنا زي ما انتم شايفين كده بعملها بالالم اللي ستدلر البلانك الالم ده اسمه ايد بي ستدلر بلانك اتكلمت عنه في الدروس اللي فاتت كتير واتكلمت عنه في اول درس وفي تاني درس مهم جدا 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 وده اللي هنعمل بالشعر كل بابدأ احط الدرجات مظبوطة زي ما عندي في الصورة هسيب لكم لينك الصورة في ديسكريبشن بوكس تحت عشان تطبقوا عليها وتبعتوني النتيجة متنسوش تبعتوني النتيجة بتاعتكم على الانستر بتاعي او على الفيسبوك هسيب لكم برضو اللينكات في الديسكريبشن بوكس تحت الازن التانية هعمل فيها نفس اللي عملتوا في الازن دي يا شباب الموضوع مش صعب خلص فعشان نسرع الموضوع اكتر تعالوا نسرع الفيديو عشان نخش في التقيل بقى وهو الشعر دلوقتي فانينين ههبلا نخش في الحاجة المهمة جدا جدا بالنسبة لنا وهي الشعر هستخدم قلم ايد بي ستودلر بلاك اللي انا اتكلمت عنه كتير جدا 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 ولازم احط ورقة بيضة تحت ايدي زي ما انت شايفين كده علشان اللي انا عملته في الوجه او في الوجه ما يبصش مني او انا بظل كل اللي هعمله هابرسنين الالم اليد بي بلاك وهبدأ اعمل شكل دواير زي ما انت شايفين كده شكل دواير بسيط جدا 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 مش صعب خالص كل شعر محمد صلاح هيبقى عبارة عن التكنيك ده دواير مسك الالم من قدام وابدا اعمل دواير وانا بعمل دواير اتأكد اللي انا مش مستعكل اكون هادي اطبق اللي قدامي في الصورة يعني مش نغلش من دماغي وانا بعمل دواير برضو اتأكد لنا مش عاملها كتلة يعني ما معاملش ما افضلش اعمل دواير 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 واخلي المنطقة كلها سودة يبقى انا كده ما عاملش حاجة من عندي لأ لازم وانا بعمل الدواير اتأكد ان بسيب اضاءات في النص زي ما انت شايفين كده اللي هي النقطة البيضة اللي الواضحة قدامكم دي واكمل بنفس الستيل زي ما انا شغال ابدأ اعمل دواير دواير زي ما انت شايفين انا ايدي هادية جدا طبعا انا ساب الفيديو بصورات الطبيعة مش عايز اصراه علشان استفادوا من التكنيك بتاع الشعر لان ناس كتير جدا بتطلب مني ازاي ما قدار نرسم الشعر الكيرلي بالقلم رصاص لكن في معلومة لازم اعرفها لكم ان رسم الشعر اللي زي كده بالفحم يعني لو رسمت الشعر اللي زي كده ده بالفحم بيكون اسهل كتير جدا جدا من اني ارسمه بالرصاص بالشكل اللي انت شايفينه ده انا كنت عملت درس قبل كده عن رسم نفس الشعر او شعر اصعب منه كمان اللي هو الشعر الكيرلي ده بالفحم حاسب لكم برضو لينك بتاعه في ديسكريبشن بوكس تحتى علشان تشوفوا الدرس ده وتقدروا تميزوا الفرق بين ده وبين ده يعني الفرق بين رسم الشعر الكيرلي ده بالفحم ورسمه بالقلم ورصاص هتلاقيوا ان رسم الشعر ده بالفحم اسهل بكتير جدا من رسمه بالقلم ورصاص طب ليه؟ لان الفحم زي ما اتكلمنا كتير جدا في الدرس اللي فاتت واكلمت عنه في الدرس ده برضو انا اقول لكم عليه الفحم او الرسم الشعر ده بالفحم بيكون عبارة عن كتلة كتلة سودا وببدأ اعمل فيها اضغاط الكلام ده انا ما بقدرش انفزه في الرصاص لان الرصاص خامة بيكون صعب بالتعديل فيها او المسح فيها بيكون صعب شوية لكن الفحم لو انا شغال بقلم الفحم المسح فيه بيكون سهل جدا وعمل اضغاط بيكون سهلة جدا فهسيب لكم لينك الدرس ده في ديسكريبشن بوكس تحت عشان تشوفوه برضو وتقدروا تكرروا لو انتو حابين ترسموا الشعر ده بالفحم في البرتري مفيش اي مشكلة لكن لو حابين تكملوا البرتري كله رصاص زي ما انا شغال كده وتخلوه كله رصاص يعني للافادة يبقى برضو ده الافضل من وجهة نظري زي ما انتو شايفين كل انا بعمله عمال بشتغل بدوير والورقة البيضة ما تشالتش من تحت ايدي لانها لو تشالت من تحت ايدي يا شباب الوش او الوجه هيبوز خالص في ناس كتب بتشتكي ان انا وانا برسم البرتري كله بيبهدل يعني الاقي الورقة كلها مش بتفضل نظيفة زي اللي قدامكم كده لا بلاقي الورقة كلها بقت مبقعة ده بيكون نتيجة ان ايه دك بتيجي على التزليل اللي عملته في البرتري فبالتالي بيبهدل الورقة كلها طبعا انا هتكلم عن الموضوع ده مخصوص في درس بعدك انا ان شاء الله عشان تستفاج نرجع لموضوعنا ازا ما انت شايفين انا ما غيرتش تكنيك خالص عمال اشتغل بدوائر دوائر دوائر ورا بعدها بكرر الدوائر اكتر واكتر واكتر لو في منطقة سودة قوي بفضل اكرر فيها الدوائر كتير جدا لغاية ما اوصل لنفس درجة السواد اللي في الصورة ولو في منطقة فتحة بابدأ اخف ايدي خالص صح كده بابدأ اخف ايدي خالص المناطق اللي بتكون برا في الشعر من برا لحد ما اجيب نفس الدرجة بتاعتها اللي هي الخفيفة فخلاص احنا تكلمنا اكتر من مرة انك عشان تقدر تعمل تدريج بالرصاص كويس لازم تكون بتقدر تتحكم في درجات الالم بايدك بمعنى تقدر تجيب الدرجات الفتحة والغامقة بالم واحد من غير ما تستخدم الامين ممكن تستخدم الامي مش عيب لكن الافضل ليك انك تبدأ تدرج بالم واحد يعني في البرتريه ده هتشوف دلوقتي انا هستخدم الام فور بي بلاك برضو طبعا ماركة الستيلر بلاك دي يا شباب مش قلم واحد مش ايد بي بس في منها اربع درجات تعريبا اه اربع درجات تو بي وفور بي وسكس بي وايد بي بلاك طبعا اليد بي بلاك ده اغمى ادرجة منهم فانا دايما بحب استخدمه في كل الشغل بتاعي زي ما انشايفين عشان بيدي اللون اللي قدامكم ده فيه اللي اخف منه اللي هو سكس بي بلاك واللي اخف الفور بي واللي افتح منهم خالص اللي هو تو بي بلاك نقدر نستخدم اي قلم فيهم في المناطق اللي بتكون فتحة لو انا لسه ما بقدرش اخف ايدي طبعا بفكركم لازم تشوفوا الفيديو للنهاية لانه مهم جدا 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 علشان تقدروا تكتسبوا معلومات اكتر ما تزهقوش وتقفلوا الفيديو بسرعة عشان الناس اللي بتزهق مش هتستفاد يا شباب كملوا الفيديو الفيديو كل اقصى حاجة بيكون ربع ساعة تقريبا او تلك ساعة بالكتير انا بحاول على قد ما اقدر مطولوش وزي ما بقولوكم دايما انا قادر اخليه خمس دقايق لكن ما بحبش كده ما بحبش افضل اصار على الفيديو خمس دقايق وانت تبص ما تستفادش حاجة لكن لما تتفرج على الفيديو ربع ساعة لكن تطلع مستفيد معلومة قيمة يبقى دي حاجة كويسة جدا ما علينا نخش في المنطقة المهمة جدا وهي منبط الشعر هنلاقي ان المنطقة دي الوحيدة اللي في شعر محمد صلاح هي المستقيمة هي اللي مفاش دواير كتير هنشوفها دلوقتي يعني طبعا كلنا الصورة معانا نحمل الصورة من لينك اللي في صندوق الواصل في ديسكريبشن بوكس تحت انا هتطالكو ونبدأ نشوف المنطقة اللي انا بتكلم عليه دي هنلاقي انها مستقيمة مفاش دواير يبقى خلاص كده احنا عرفنا ان المنطقة دي كلها تكون دواير زي ما انتوا شايفين كده تعالوا نسرع شوية بقى عشان ما يطولش معانا الفيديو ونشوف المنطقة اللي انا بقول لكو عليها هتتعامل ازاي نجي دلوقتي يا شباب المنطقة اللي انا بقول لكو عليها المهمة جدا وهي المنطقة اللي في نص الشعر دلوقتي انا خلصت المنطقة اللي على الشمال كلها زي ما انتوا شايفين كده بالدواير دلوقتي هاجف المنطقة دي وكل اللي هعمله هعمل خطوط بالطول زي ما انتوا شايفين كده شايفين خطوط بالطول هنا دي المنطقة الواحدة اللي انا غيرت فيها التكنيك اللي انا قلت عليه اللي هو الدواير لان المنطقة دي بيكون هي المنطقة اللي بيكون فيها المنبت من بداية الشعر فبالتالي تطلع في خطوط على هيئة خطوط زي ما نشايفين كده طبعا مش هكون خطوط مستقيمة قوي لا هي بتكون فيها كيرف بسيط الصورة هتلاقوها اوضح من كده هتلاقوها في الديسكريبشن بوكس تحت شوفوا الصورة وعملوا زوم على المنطقة دي تفهموا انا بتكلم في ايه هتلاقوا اللي المنطقة دي مفروضة تحسوا لها مفروضة مش دوائر زي اللي ما عملتوا في الجنب كده لا انما في الجنب هو الدوائر كده نعكاشة كله نعكاشة دخلة في بعض مش مميز حاجة مش مميزة لكن المنطقة اللي في البداية بيكون خطوط فيها كيرفات شوية لو لمحت منطقة محتاجة تتغمق زي ما اتكلمت بابدأ اعيد عليها بكرر الدوائر عليها مرة واثنين وثلاثة لغاية ما اوصل للدرجة اللي انا محتاجة الموضوع مش صعب خالص ونحطش في دماغنا يا شباب ان الموضوع صعب عشان لو حطنا في دماغنا ان الموضوع صعب يبقى مش هنشتغل ومش هنطلع الحاجة مزبوطة دايما بقول الثقة في النفس هي اهم العوامل اللي بتخليك تطلع عمل جميل جدا 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 خليك دايما وصل في نفسك وخليك دايما هادي ومتستعجلش ومتزهقش بسرعة الناس اللي بتاقي في الفيديو ها الناس اللي ما بتكملش ربع ساعة ولا نص ساعة رسمة وتخلصها ماينفعش مستحيل لازم نعرف انك عشان تطلع رسمة كويسة جدا انك تدي للحاجة وقتها يا شباب سيبكوا بقى من شغل لانا بقعد على الرسمة كنا بنعمله زمان كده اياما كنا بنرسم كارتون وكلام من ده كنا بنقعد على الرسمة ونص ساعة ولا ساعة بالكتير نخلصها طبعا الكلام ده ما بقاش كده يا خلاص ها دلوقتي فهمنا بقى ان اللي الرسمة لي قواعد ولازم تدي له وقته وتتقنف وانت بترسم ويكون عندك طول البال انما الشخص المتسرع ما ظنش ما ظنش اللي انت بتقدر تعمل حاجة وانت متسرع صعب صعب يا شباب انا ما علي الا النصيحة دايما بحب بقدم النصيحة المزبوطة اللي انا شايفها من وجهة نظر مزبوطة واللي انا بعملها في مسيرتي او في طريق انا بعملها فلازم اقدمها لكم انت ليك ان انت تاخد بالنصيحة او ما تاخد شيء فدي حاجة ترجع لك انت زي ما انت شايفين انا طبعا بتكلم خرجت على الموضوع شوية لانه كلام مهم شوية نفس التكنيك ما اختلفش في اي حاجة ما ظنش ان في اي اختلاف اللي جاي الاختلاف بس اللي انت في المنبت اللي فوق ده زي ما انت شايفين كده استخدمت قلم 6B black اللي هو الافتح عشان اقدر اعمل المنبت من فوق افتح في اللون شوية فاهمين الدرجة بتكون افتح شوية فالموضوع سهل جدا يا شباب ما تزهقوش وخلوكو كده صبرين كده تعالوا نسرع برضو عشان الفيديو ما تقولش معنا حكا دخلنا في ربع ساعة فيلا بينا نسرع شوية يوا تقفل الفيديو عشان لسه في عندنا رقبة يوا وتقفلوا الفيديو يلا بينا اشتركوا في القناة زي ما انت شايفين يا شباب انا مكمل بنفس الاسلوب انا بس ما حبيتش تطور عليكم قوي بنفس الاسلوب الدوائر اللي انا قلتلكوا عليها وببدأ اغمق براحة بالقلم اليد بي black في المناطق اللي محتاجة تتغمق بس طبعا كلنا عارفين المناطق في الاطراف اللي برا دي ما بتكونش غمق قوي كل ما الشعر طلع برا على الاطراف بيكون افتح المناطق الدكنة او الغمق اه هي اللي بتكون قريبة من الرأس نفسها او من الوش نفسه اه هي اللي بتكون في مدبط الشعر يعني في البداية فهنكمل بنفس التكنيك وعشان ما طولش عليكم اه هنخش مع بعض في الرقبة بسرعة لان احنا وصلنا ال 16 ديه دلوقتي فمحدش يقفل الفيديو خليكم معي للاخر طبعا اي حد محتاج بعد الفيديو ده يكون عنده تعليق او اي سؤال او اي حاجة يسيبها لي في الكومنتات تحت هرد عليكم ان شاء الله واكون معكم اول باول واي حد محتاج يسألنا عن حاجة شخصية او حاجة يعني برايبت يكلمني على الانستا بتاعي وعلى الفيسبوك هسيب لكم اللينكات في الاسكريبشون بوكس تحت باللسبة للمنطقة بتاعت الرقبة يا شباب انا صرعت الفيديو لان المنطقة ديت نفس المنطقة اللي احنا عملناها في الوجه يعني نفس التزليل او التكنيك اللي عملناها في البرتري انا بابدأ بس احدد الاول الخطوط اللي برا بتاعت الميدالية او بتاعت التشيرت عشان لما اجا ازلل التزليل ما يخش في بعضه يعني بابدأ بقلم الاتش بي براها خالص ازلل بنفس التكنيك اللي استخدمته في البشرة في الدرس اللي فات في تاني درس افكركم ان الدرس اللي فات او الدرس اللي قابله موجودين في الدسكريبشون بوكس تحت اللينكات بتاعتهم عشان تتابعوهم وتعرفوا ازاي تقدروا تزللوا بالقلم الرصاص بالشكل اللي انت شايفينه ده الموضوع بسيط جدا معتمد بس انك تقدر تتحكم في ايدك زي ما انا بتكلم على طول ازاي تقدر تغمى وتخفف بايدك عن طريق ضغط وحسية الايد عموما يعني لو محتاج ادمج او محتاج اسايح الخطوط شوية بستخدم ودانة زي اللي قدامكم دي او عواد القطن زي ما اخواتنا اللي من برا مصر بيقولوا عليها وبابدأ بقلم البستل اعمل اضاءة اللي احنا تعودنا عليها بسبب الفلاش او بسبب اي ان كان مصدر اضاءة اللي موجود في الصورة لما باجي اعمل اضاءة شباب بعملها في المنطقة اللي فيها اضاءة بس يعني ما اجيش بقلم البستل ده فرشه في المنطقة كلها لان من عيوب قلم البستل ده ان انا ماجي اعمل عليه الرصاص بيت بيت قل جدا وبيديني درجة مش كويسة خالص بيبوزلل اللوحة ايه فبالتالي مفرحش اللي انا مسك قلم بستل بنزل ابيض وافضل اشغبط بيه لا لازم اتأكد وانا اشغال بيه ان انا مش اشغال مزبوط نكمل بنفس القلم الاتش بيه براها خالص طبعا التكنيك بتاعنا بتاع التزليل ده زي ما استخدمنا مثلا في الخد او في الجبهة المرة اللي فاتت هي بدرجة 45 درجة بظلل بالالم بيكون ميل بدرجة 45 بابدأ اظلل براها خالص ونعم وهكذا ومع لو في منطقة غمع بابدأ امشي القلم عليها اكتر من مرة بكده فانيني انو كنا وصلنا لنهاية الدرس بتاع النهاردة وهو ده تالت درس في السلسلة بتاع التعلم الرسم برصاص ان شاء الله الدرس اللي جاه يكون اخر درس في السلسلة دي وهنخلص فيه البورتري ده لو تلاحظوا احنا خلصنا البورتري كله لسه اسنان زي ما هي بنفس لون الورقة وهنتعلم كمان ازاي نقدر نزال للايد ودي من الحاجات المهمة جدا اللي بتسائل عليها كتير جدا جدا وهنتعلم برضو ازاي نقدر نزال للملابس اللي هو التشيرت ده وده برضو من الحاجات المهمة جدا واللي بتسائل عليها كتير فعندنا الدرس اللي جاي التلات حاجات مهمة جدا جدا لو انت لسه بتمتحن عندك امتحانات مش فاضي تطبق مفيش مشكلة اتفرج على الدرس وافهم بس في الربع ساعة دي وان شاء الله لما تخلص امتحاناتك على خير ابدأ اطبق وبعتلي في اي وقت انا فاضي معاكو هو موجود دايما في اي وقت ولو انت عندك وقت ابدأ طبق على طول وبعتلي النتيجة على الانستا او الفيسبوك اللي رايحك لما لازم تطبق علشان تستفد يبقى الدرس اللي جاي ان شاء الله يكون اخر درسي في السلسلة وهو رابع درس اتمنى يا رب تكونوا استفدتوا بتنسوش تعملوا لايك على الفيديو ده من تحت ولو انتو لسه ما اشتركتوش اشتركوا وفعلوا الجرس عشان انت وصل لكم اشعارات دروسي كل يوم وادمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة